اهلا وسهلا بكل طلاب ولسنوي عام وازهر في فيديو جديد من فيديوهات مادة اللاحياء هنشرح النهاردة مملكة النباتات بس عايزك تتعامل مع الفيديو ده على اساس انه فيديو طرفيه وما تشدش نفسك والتصنيف سهل وبسيط ومفهوش اي تريكات صعبة هعلمك طرق حفظ هتساعدك جدا في حل كل الاسئلة المملكة الرابعة معنا في التصنيف الحديث هي مملكة النباتات مملكة النباتات بتنقسم الى ثلاث مجموعات اول مجموعة هي الطحالب الراكية تاني مجموعة هي النباتات اللاوعائية واللي بنقول عليها شعبة الحززيات وثالث مجموعة هي النباتات الوعائية واللي اسمها شعبة الوعائيات اي كائن حي موجود في الثلاث مجموعات دول دي خصائص عامة واساسية فيه الخصائص دي هي اللي خلت العلماء يصنفوه هنا في مملكة النباتات وبالتالي كده احنا معنا خصائص عامة بتميز مملكة النباتات اول حاجة من حيث النواة في مملكة النباتات كلها حقيقية النواة حقيقية النواة يعني عندها غشاء نووي بيغلف المادة الوراسية وبيفصلها على السيتوبلازم وبالتالي كل الكائنات في مملكة النباتات حقيقية النواة يعني عندها غشاء نووي يعني عندها نواة محددة الشكل تاني حاجة الجدار الخلوي بيتكون بشكل أساسي من مادة السيرولوز في الترم الأول اتعلمنا أن الجدار الخلوي في الخلية النباتية بيتكون بشكل أساسي من مادة السيرولوز وفي البدايات احنا قلنا أن الجدار الخلوي بيكون خالي من السيرولوز والبكتين وفي الفطريات قلنا أن الجدار الخلوي بيتكون من مادة اسمها القايتين هنا بقى في النباتات السيرولوز هو المادة الأساسية اللي بيتكون منها الجدار الخلوي والتالي حاجة من خصاص النباتات هو ان معظمها بيتقاصر جنسيا وطالما قلنا جنسيا يعني كده في منها زكر وونسة وبالتالي كده احنا نقدر نقول ان خلايا معظم النباتات بتنقسم ميوزيا لان معظمهم بيتقاصر جنسيا واخر حاجة بتميز النباتات بشكل عام هو انها طبعا زاتية التخزية يعني عندها بلاستداد خضرة واكيد عندها كلوروفيل وبالتالي بتعتمد على الضوء في إزائها وطالما هي زاتية التخزية يعني بتكون غزائها بنفسها وبالتالي تقدر تعيش حرة ولا بتتطفل على حد ولا بتترمم على حد ولا حتى بتفترس حد لانها زاتية التخزية بتكون غزائها بنفسها يعني مثلا لما قلناك ان فيه طفلب اسمه طفلب الفيوكس الطفلب ده من الطحالب الراقية في مملكة النباتات واقولك هل يطرأ الطفلب ده متطفل ولا مترمم ولا مفترس ولا حر طالما هو طفلب من الطحالب الراقية يعني في مملكة النباتات وأنا قلت لك أن من ضمن الخصيص العامة لمملكة النباتات أن هي ذاتية التغذية يعني بتقدر تكون غذائها بنفسها وبالتالي كده هي بتقدر أن هي تعيش خرة يعني مش بتفترس ولا بتترمم ولا بتتطفل على حد بتتصنف مملكة النباتات لتلات مجموعات التحالب الراكية والنباتات اللي هو وعائية اللي هي بتتلخص في شعبة الحزازيات والنباتات الوعائية اللي هي شعبة الوعائيات مجموعة التحالب الراكية بتشمل تلات شعب حسب ألوانهم أول شعبة هي شعبة التحالب الحمرة وتاني شعبة هي شعبة التحالب البنية وتالت شعبة هي شعبة التحالب الخضرة شعبة التحالب الحمرة هي أعشاب بحرية أعشاب بحرية مش هائمات بحرية لأن فيه فرق ما بين الأعشاب البحرية والهائمات البحرية الأعشاب البحرية بتكون زي النباتات كده إنما الهائمات البحرية بتكون حيوانات بتقدر أن هي تتحرك وبالتالي شعبة التحالب الحمرة هي أعشاب بحرية يعني بتعيش في البحر وبتتكون من خيوط متماسكة مع بعضها بغلاف هلامي هلامي يعني مادة لازجة اللي ميميز التحالب الحمرة هي إنها حمرة مش محتاجة حاجة يعني وده لإن خلايا فيها أصباغ حمرة زي طفلب البلوسيفونية يعني كده طفلب البلوسيفونية هو من التحالب الحمرة علشان خلايا فيها أصباغ حمرة وبتكون من خيوط متماسكة مع بعضها بغلاف هلامي ولو رجعنا خطوة الورا كده في مملكة الطلاعيات قبلتنا شعبة اسمها شعبة الطحالب النارية ولو نعمل مقارنة ما بين شعبة الطحالب الحمرة وشعبة الطحالب النارية الطحالب الحمرة زي البوليسيفونيا والطحالب النارية زي الطحالب صناعية الأصوات الطحالب الحمرة من مملكة النباتات إنما الطحالب النارية من مملكة الطلاعيات الطحالب الحمرة بيكون تركيبها معقد إنما الطحالب النارية غير معقدة التركيب يعني وحيدة الخلية والتحالب الحمرة من الأعشاب البحرية إنما التحالب النارية من الهائمات البحرية والتحالب الحمرة بتكون غير متحركة على العكس التحالب النارية اللي بتكون متحركة بواسطة الأصوات والاتنين بعد بعض بيكون لهم نفس اللون اللون الأحمر بالإضافة برضو إنهم بيحتوى على صبغ الكولورفيل عشان الاتنين بيكونوا ذاتي التغذية تاني شعبة في التحالب الراكية هي شعبة التحالب البنية وهي برضو عشاب بحرية بتتكون من خيوط بسيطة أو متفرعة واسمها تحالب بنية أكيد علشان خلاياها فيها حاملات أصباغ لونها بني زي تحلب الفيوكس بص علشان ما تطلقبتش في الحفظ التحالب الحمرة أول ما تشوف اللون الأحمر كلم البوليس في التليفون فيبقى كده التحالب الحمرة زي البوليسوفونيا والتحالب البنية هنفتقرها بكلمة تعلب بني لأن تعلب بالإنجليزي يعني فوكس هيبقى كده فيوكس بنية فيوكس جاية من فوكس يعني تعلب الشعبة الثالثة هي شعبة التحالب الخضرة طرح ما تحالب خضرة يبقى أكيد فيها بلاستيدات خضرة وكلوروفيل وفي منها وحيد الخلية وعديد الخلية وحيد الخلية زي تحلب الكلميدو مونس وده تحلب فيبلاستيدات خضرة على شكل فنجان وتحلب الكلميدو مونس بيكون عنده أصوات بيتحرك بيها زي اللوجلينا والتليبانهسومة والتحالب سنوعية الأصوات والتحالب الخضرة عديدة الخلية زي تحلب الاسبيروجايرا وده تحلب على شكل خيوط متفرعة وفي بلاستيدات خضرة على شكل الحلزون فيبقى احنا كده معنا مملكة النباتات بتنقسم إلى ثلاث مجموعات أول مجموعة هي التحالب الراكيا اللي بتنقسم إلى ثلاث شعب حسب اللون في منها التحالب الحمرة زي البوليسوفونيا والتحالب البونية زي الفيوكس والتحالب الخضرة اللي في منها وحيد الخلية زي الكلميديموناس اللي البلاستيدة فيه على شكل فنجان اللي هو ممكن نعفظه لما نقول كلام الناس مش بيدوم زي الفنجان كده كده يتكسر في النهاية فيبقى الكلام يدوم ناس شبه الفنجان يبقى الكلميديموناس في بلاستيدات شبه الفنجان وزي التحالب الخضرة عديدة الخلية عندنا طفلوب الاسبيروجايرا وبتكون البلاستيدات فيه حلزونية الشكل بعد كده ندخل على المجموعة التانية وهي مجموعة النباتات اللاوعائية أو شعبة الحززيات بص كده الاوعية دي في النباتات عاملة زي الشرعين والأوردة في الإنسان بتنين الدم لخلايا الجسم بس الاوعية اللي في النباتات مش اسمها أوردة وشرعين ولكن اسمها الخشب واللحاء فبكده الخشب واللحاء دي بجمول عليهم أنسجة وعائية متخصصة في نقل الماء والغزاء للنباتات بس في نباتات ما عندهاش خشب ولا لحاء يعني ما عندهاش أنسجة وعائية متخصصة بتنقلها المية والغزاء النباتات دي اسمها النباتات اللاوعائية وبتتمثل في الشعبة اسمها شعبة الحززيات زي نبات الريشيا ونبات انفيوناريا ودي عبارة عن نباتات لاوعائية النباتات اللوعائية هي نباتات أرضية خضرة وصغيرة في حجمها وبتعيش في الأماكن الرطبة يعني اللي فيها مية كتير علشان تاخد منها المية لأنها ما عندهاش نسيج وعاي متخصص ينيل لها المية وكمان بتعيش في الأماكن اللي فيها تضل كتير وبتحتاج للرطوبة بدرجة كبيرة في نموها وتكسرها وبيكون عندها شعيرات صغيرة بتثبتها في الأرض اسمها أشباه الجزور وقلنا من أمثلة النباتات اللوعائية هي إرشيا والفيوناريا والريشيا ده بيكون نبات منبطح على سطح الأرض والفيوناريا بيكون قايم على سطح الأرض نجي بعد كده للمجموعة الثالثة وهي النباتات الوعائية النباتات الوعائية من اسمها بنستنتج أن عندها أنساجة وعائية متخصصة اللي هي الخشب واللحاء الخشب بيني للمية والأملاح من الجدر للصاق وبعد كده للأوراء واللحاء بيني للمواد العضوية زي الجولوكوز وغيرو من غزاء النبات اللي بيتكون في عملية البناء الضوئي من الورقة لجميع أجزاء النبات هبا كده أي نبات عنده خشب واللحاء وهو من النباتات الوعائية شعبة النباتات الوعائية بتنقسم إلى ثلاث طواف أول طائفة اسمها طائفة الصرخصيات والطائفة الثانية هي طائفة المخروطيات اللي بنقول عليها معرات البزور والطائفة الثالثة وهي طائفة النباتات الزهرية واللي بنقول عليها مغطاة البزور أول طائفة في النباتات الوعائية هي طائفة الصرخصيات تركبها بيكون بسيط لأن معظمها بيكون عبارة عن عشاب صغيرة والأوليل منها بيكون شبيرات وده تصغير لشجرة أو ممكن تكون أشجار عندها سكان وأوراة وجزور الصرخصيات بنلاحظ وجودها على جدران الأبار يعني البير اللي بيكون في مياه والوديان الراطبة واللي عليها ضل وأوراة الصرخصيات بتكون على شكل الريش فبنقول عليها أوراة ريشية الشكل والصرخصيات مش بتكون أظهار ولا بزور وبالتالي مش بتقدر أن هي تتقاصر جنسيا علشان كده الصرخصيات بتتقاصر لا جنسيا عن طريق الجرسين وبتكون الجرسين في حاجة اسمها البصرات وبتكون موجودة على السطح السفلي للورقة علشان كده ملمس السطح السفلي للورقة بيكون خشن بسبب وجود البصرات اللي فيها الجرسين إنما السطح العلو للورقة بيكون ناعم علشان ما عندهوش أي بصرات ومناشها بمثالة الصرخصيات هو النبات الفجير وكزبرة البئر يبقى كده الصرخصيات نلخصهم في كلمة كاف الكاف يعني كزبرة البئر والفيه هو الفجير والاتنين مش بيتقاصروا جنسيا لأنهم مش بيكونوا أزهار ولا سمار الطائفة التانية من النباتات الوعائية هي طائفة عراط البزور أو المخروطيات اسمها معراط البزور علشان البزر بتاعها ما عندهوش غلاف سمري واسمها مخروطيات علشان ما عندهاش أزهار وبدل الأزهار دي عندها مخاريط والمخاريط دي عبارة عن تركيب على شكل المخروط فبيكون في منها مخاريط مذكرة ومخاريط مؤنسة يعني بتتكاصر جنسيا فبا كده اسمها نباتات مخروطية لا زهرية علشان عندها مخاريط بدل الأزهار ومعظمها بيكون أشجار والأوليين منها بيكون شغيرات صغيرة على العكس الصرخصيات اللي بيكون معظمها أعشاب والأوليين منها بيكون شغيرات وأشجار طائفة معراط البزور أوراها بتكون شبه الإبرة فبنقول عليها إبرية الشكل ومن أشهر أمثلة النباتات مهارات البزور عندنا نبات السومبر الطائفة الثالثة في النباتات الوعائية هي طائفة مغطات البزور أو النباتات الزهرية مغطات البزور علشان البزر بيكون متغطي بغلاف سامري اللي هي السامري يعني ونباتات زهرية لأنها بتكون أزهار والأزهار دي بتتحول بعد كده إلى سماء وهي نباتات أرضية بيكون لها سقان وأوراق وجزور وطائفة مغطات البزور بتتصنف إلى طوائفتين بعد كده الطوائفة اللي هو المستوى التصنيفي اللي بيكون تحت الطائفة مباشرة فبتتصنف طائفة النباتات الزهرية إلى طوائفتين طوائفة زوات الفلقة الواحدة يعني فلقة واحدة وطوائفة زوات الفلقتين من اسمها هنا البزرة بتكون فلقة واحدة إنما هنا بتكون فلقتين شبع بعض زي ما بنقول كده فولة وتعسمت نصين الفلقة الواحدة زي الدرة كده البزرة بتبقى فلقة واحدة بس إنما الفلقتين زي الفول بيكون فيه نصين شبع بعض بالضبط بالنسبة للأصهار في الفلقة الوحدة المحطات الزهرية بتكون سلاسية أو مضاعفتها المحطات الزهرية أن هي الورع الصغيرة اللي بتقطفها ونتعمل بتقول بتحبني لما بتحبنيش وهكذا يعني في الفلقة الوحدة ممكن يكون 3 أو 6 أو 9 أو أضعفهم إنما الفلقتين المحطات الزهرية بتكون ربعية أو خماسية أو مضاعفتها ممكن تكون 8 وممكن تكون 10 يبقى لو عاك نبات المحطات الزهرية فيه 16 مثلا يبقى كده من مضاعفات الرقم 4 يعني من زوات الفلقتين بالنسبة للأوراق في نبات الفلقة الوحدة التعرق فيها بيكون متوازي يعني العروب اللي بتكون في الورقة بتكون متوازية مع بعضها إنما في الفلقتين العروب بتكون شبكة وبتكون غير متوازية مع بعضها وبالنسبة للصاق في النبات اللي بتكون من فلقة واحدة حزم الانسجة الوعية بتكون متبعترة وبالتاني بيصعب علينا دراسة حزم الانسجة الوعية في النبات ذات الفلقة الوحدة إنما في النبات اللي بتكون من فلقتين حزم الانسجة الوعية بتكون مترتبة فحلاوة ده بيساهل دراستها وبالنسبة للجزور النبات الفلقة الواحدة جدره بيكون ليفي ومتشعب إنما الجزور النبات الفلقتين بتكون وتدية وقوية ومن أمثلة نبات الفلقة الواحدة عندنا الأمح والدرة والبصل والموز والصبار والنخيل والزنبك إنما من أمثلة النبات الفلقتين عندنا البسلة والفول والقطن والورد والبرتغال وبكده نبقى خلصنا مملكة النباتات لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان الفيديوهات اللي جاية بعد كده وما تنسوش تدخلوا في الفراجة على حل كتاب الامتحان على القناة التانية اللي باسم أحمد شريف اشتركوا في القناة